ينضم إلينا من بنغازي مراسل الغد عبدالعزيز الفاخري عبدالعزيز تفاصيل هذا الاتفاق ومتى سيدخل حيز التنفيذ إن وجدت معلومات عن ذلك نبدأ بداية ناريج بربما قبل نصف ساعة من الآن بيان بعثة الأمم المتحدة الذي ذكر على أن يان كوبش مبعوث المتحدة الدعم لدى ليبيا والذي اجتمع من اللجنة العسكرية العشرة طيلت الثلاثة أيام الماضية حتى اختتام هذه الاجتماعات مساء هذا اليوم حيث تم الإعلان عن اتفاق أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة وذلك بإعداد خطة شاملة تكون بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل تدريجي بداية متزامن وبذلك يتم إخراج كافة القوات الأجنبية ربما ما تحصلنا عليه من معلومات يوم أمس الأول من مصدر بيان اللجنة العسكرية المشتركة يفيد على أن عملية ربما بداية إخراج القوات الأجنبية سيتم ذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الليبية بالإضافة كذلك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك عن طريق بعثة المراقبين الدوليين والتي ستصل نهاية شهر أكتوبر الجاري حتى يبدأ التنسيق مع اللجنة العسكرية وبالتالي مع العديد من الأطراف في ليبيا وكذلك التنسيق سيكون مع قوات حلف شمال الأطلسي الناتو بالإضافة كذلك إلى التنسيق مع قوات الأفريكم سيتم تحديد بعض المطارات بعض المنافذ كذلك في مناطق الجنوب وغرب البلاد لخروج القوات الأجنبية كما أيضا سيتم إعداد جدول زمني كما علمنا يفترض بنهاية شهر ديسمبر نهاية هذا العام أن يتم إجلاء كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كان هناك نقطة تمثل ربما محل جدا نتحدث عن أعضاء اللجنة العسكرية الخمسة عن المنطقة الغربية الذين أكدوا على ضرورة إخراج أيضا كل القوات الأجنبية من ليبيا إلا أن ربما هناك كان بعض التحفظات حول مسألة بقاء بعض القوات تتحدث عن القوات العسكرية تركية في مرض غرب البلاد تم ربما من كل قول أن يزالت أو إذابة الجليد بعد هذه الاجتماعات تضحة صورة عبد العزيز كافة القوات من ليبيا شكرا عبد العزيز الفاخري مراسل الغد من بانغازي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر